موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصراحة في عنا احنا مشكلة كبيرة بنعنيها بالنسبة للأكسس بوينت الأكسس بوينت عبارة عن جهاز او قطعة رسال واستقبال للانترنت ممكن تكون على عدة انواع في احد الانواع منها كنا عنا مكتوب الـ IP الخاص به 192.168.0.254 طبعا انا من وين جبت الـ IP هذا طبعا بيكون مكتوب خلف الجهاز الاكسس بوينت لو مسكنا عنا جهاز الاكسس بوينت وقرأناه من الخلف راح تلاقي عنا مكتوب 192.168.0.255 طبعا في بعض الاشخاص بيحاول يدخلوا على هذا الرقم عبر الشبكة عندهم لكن ما بيدخل بيعطيهم ارور ايش الارور بيعطي له اياها يعني لو كتبنا عنا هذا الرقم زي ما انتم لحظين عنا على الشاشة كتبنا هاي رقم 192.168.0.254 وضغطنا انتر على الشبكة مش راح يفتح معنا راح يحكي لنا انه صفحة وي بغير هذي غير متوفر يعني انه مش بتعرف على الاي بي اه الخاص بالاكسس بوينت مع انه موجود عنا على الشبكة لكن احنا ما بنقدرش ندخل عليه ليش قلي انا اعرف ليش اول شي راح نفتع عنا اللي هي اه تشغيل او ران نضغط اه زر ابدأ مع ار وبنكتب cmd بالانجلش cmd اوكي بعد ايك بنكتب عنا بالانجلش برضو ipconfig وبنضغط انتر راح تجينا بعض البيانات الخاصة بالجهاز او بخاصة الاي بي الجهاز بتاعنا مكتوب عنا هنا ipv4 ادرس عنا مكتوب الاي بي الخاص بالجهاز 192.168.1.5 وفي هنا submet mask اه اللي هو قناع الشبكة زي ما انتم شايفين في هنا default gateway مكتوب 192.168.1.1 اه هنا المشكلة الحين لو تلاحزوا عنا هان انه الاي بي اللي احنا بدنا ندخله في نطاق اخر غير موجود على الشبكة يعني انا الاي بي تبعي 192.168.1.5 الاي بي اللي انا بده ادخله على اه هو جهاز الاكسس بوينت هو مختلف نهائيا عن الاي بي اللي انا متعرف عليه طب كيف انا راح ادخل عليه راح اسمي الاي بي الخاص بالجهازي بالاي بي الخاص بالاكسس بوينت يعني راح يكون على نفس النطاق يعني بمعنى انه راح يكون 192.168.0 بعدك راح نكتب الاي بي الخاص بجهازنا لازم يكون على نفس النطاق عشان نقدر ندخل عليه هذا كان اول مرحلة بعدك احنا راح نعرف كيف نغير الرقم هذا اللي هو 192.168.0.2.54 طبعا هذا الرقم بتغير من خصائص الاكسس بوينت طب اول شي ندخل على اللي هو الاكسس بوينت عشان ندخل على الاكسس بوينت راح نضغط على لوحة التحكم ازا كان ويندوز اللي احنا بنتعامل معه ويندوز تمانية زي ما انتم شايفين عنا فيها من زر ابدا منضغط عليه بالزر اليمين منضغط لوحة التحكم ازا كان ويندوز سبعة راح نضغط على ابدا بعدك راح نضغط على لوحة التحكم طبعا اشي مشابه بعدك راح نضغط او ننتقل الى الشبكة والانترنت بعدك راح نضغط على اللي هو اه عرض حالة الشبكة ومهامها بعدك راح نضغط على تغيير اعدادات المحول تيجي عنا اللي هي المحاولات الشبكة اللي عنا على الجهاز. طبعا في عنا اثر نت وفي عنا واي فاي. طبعا انت بدك تغير اللي هو الاي بي الخاص اللي انت مشترك فيه الان. يعني انت زا كنت مشترك في الشبكة اللاسلكية راح تغير الاعدادات الواي فاي. اما اذا كنت انت مشترك في من خلال اللي هو اثر نت اللي هو يعني السلك الانترنت العادي. راح تغير اللي هو اثر نت. طبعا انا الان شابك على اللي هي الواي فاي. يبقى بمعنى انه راح اغير الواي فاي. راح اضغط عليه بالزر اليمين. بعدك راح اضغط على خصائص. راح تجي نهاي خصائص واي فاي. طبعا حتكون مشابهة نفس الاشي للاثر نت. نفس الخصائص حتكون. بس بدل ما تكون مكتوب خصائص يعني واي فاي. راح تكون مكتوب خصائص اثرنت. اوكي. اه راح ننتقل الى عندك. ننزل بالماوس عندنا الاسفل. راح ننتقل الى انترنت بروتوكول. وعننا تي سي بي اي بي فور. هاي يعني. كيف ما انتم ملاحظين على الشاشة. راح نضغط عليها. نقرتين متتاليتين. راح هاي الخصائص. طبعا عنا مكتوب عنا الحصول على العنوان اي بي تلقائي. طبعا احنا بنشيها تلقائي. لانه بنا نكتب الاي بي اللي احنا بنيعسس نقدر ندخل على الاكسس بوينت. ونعدل الخصائص الخاصة بالاكسس بوينت. طيب. نضغط على استخدام عنوان اي بي التالي. بعد هيك راح نكتب عنوان اي بي التالي. واحد تسعة تنين ضد واحد ستة ثمانية ضد سفر. هيك انا دخلت في نطاق شبكة الاكسس بوينت. بعد هيك الرقم اللي احنا هنكتبه معانا من من واحد ل لشو? ل متين وثلاثة وخمسين. لانه متين واربعة وخمسين اللي هو اه رقم الاكسس ممكن نكتبه. بس احنا يفضل ان نكتب من واحد ل متين وثلاثة وخمسين. يعني نفترض انه منا نكتب مسلا عشرة. بعد هيك راح نضغط تاب اللي هو في الزر الكيبورد. راح تمتك تيجين عنا قناع الشبكة اللي هو عنا اتنين خمسة خمسة اتنين خمسة خمسة اتنين خمسة خمسة سفر. نسبة لبوابه الافتراضيه راح نكتب اه اللي هو ايش راح نكتب؟ اللي هو الاي بي اللي مكتوب عنا خلف جهاز الاكسس بوينت. اللي هو واحد تسعة اتنين دوت واحد ستة تمانية دوت سفر دوت متين واربعة وخمسين. طبعا بالنسبة لعنوين خادم دي ان اس. ممكن نكتبها في حالة انه يعني بدنا انه يكون موجود على الجهاز. طبعا مش راح تلزمنا لانه احنا الان راح نغير اللي هو اعدادات الاكسس بوينت. بعدك راح نضغط عنا مواثق. وبعدين مواثق. راح يتمتك عنا راح يتغير الاي بي بالاي بي على نطاق الاكسس بوينت. والان لو ضغطنا على اللي هو حدثنا صفحة واحد تسعة اتنين دوت واحد ستة تمانية دوت سفر دوت متين واربعة وخمسين اللي هو الاي بي الخاص بالاكسس بوينت. راح يفتح مباشرة. خلينا نجرب ونشوف. طبعا زي ما انتم شايفين فتحنا عنا صفحة الاكسس بوينت طلب منا اللي هو اسم المستخدم وكلمة المرور. طبعا من اول نجيب هذا اسم مستخدم وكلمة المرور. طبعا عندك مكتوب خلف جهاز الاكسس بوينت. مكتوب عندك كلمة المرور والاسم المستخدم. غالبا ما بيكون ادمن ادمن. راح نكتب ادمن ادمن ورح ندخل عنا على الاكسس بوينت. ممكن تحفظ كلمة المرور ازا حبيت على الجهاز الخاص اضاء. اوكي. الان ننقل لمرحلة الاهم. اللي هو مرحلة تغيير. الاي بي الخاص بالاكسس بوينت. بحيث لش راح نغير اكسس بوينت. ليش راح نغير اي بي طبعا هنا دخلنا. لا ما نغير ليش لانه ممكن يكون اللي هو الاي بي الافتراضي للراوتر اللي احنا ما اخدين منه الانترنت اساسا. مختلف عن نطاق الاي بي اللي هو الاكسس بوينت. فعلشان هيك لازم نخلي نطاق الاكسس بوينت مطابق للراوتر او مطابق لاي بي الراوتر. لانه اي بي راوتر بكون افتراضي واحد تسعة اين دوت واحد ستة تمانية دوت واحد دوت واحد يبقى راح نخلي اي بي الافتراضي للاكسس بوينت اللي هو واحد تسعة اتنين دوت واحد ستة تمانية دوت واحد دوت مسلا متين واربعة وخمسين. اذا راح نضغط على نتورك بعد اكرا راح نغير عنا هاي زي ما انتم شايفين اللي هو استاتيك اي بي عنا مكتوب. راح نغير الاي بي ادرس ونخلي نكتب عنا كل ما رأمنا ولو جديد واحد تسعة اتنين دوت واحد ستة تمانية دوت واحد دوت متين واربعة وخمسين بس لازم نلاحظ شغله. ممكن شخص يجي يحكي مسلا يقول انه انا بديش اكتب متين واربعة وخمسين انا ممكن اكتب مسلا واحد يعني ممكن انا اكتب هين واحد لا هاد مشكلة طب ليش اش راح يصير راح يصير تعارض هل هو حيدخل على الاكسز بوينت ولا راح يدخل على راوتر فيفضل انه احنا نكتب متين واربعة وخمسين او اي رقم بدكية بس منها اهم اشي ما يكونش متعارض مع اي جهاز اخر على الشبكة اللي هو من اجهزة الاكسز بوينت او الراوتر هما اساسا ما بكونش فيه غير جهاز راوتر واحد فقط. اوكي بعد ايك راح نضغط على طبعا كتبنا يعني الاي بي صحيح 100 تمام. راح نضغط على اه اعطتنا رسالة اه هذه الرسالة معناها انه يعني اهل انت يعني موافق على الاعدادات اللي انت كتبت راح نضغط له موافق ورح يعمل ربوتينج للجهاز يعني رستارت للجهاز اللي هو مش الجهاز الخاص ابك اللي هو الجهاز الحاسوب لا جهاز الاكسز بوينت اوكي نضغط موافق. راح يبدأ الان عملية الاعادة التشغيل لجهاز الاكسز بوينت. طبعا لو الحين بعد هذه الخطوة ايش تتوقعوا يصير? يعني لو كتبنا مسلا رقم الاكسز بوينت واحد سعة اثنين دوت واحد ستتمانية دوت سفر متان واربعة وخمسين. ها راح يفتح. طيب خلينا نجاري ونشوف. راح نفتح الان. واحد سعة اثنين دوت واحد ستتمانية دوت سفر دوتين واربعة وخمسين. اضغط انتر. طب بلاش نفتح الصفحة جديدة عشان ما يقولوش انها محفوظة يعني. راح نفتحه الان. طيب. طول عنا. يعني انه مش راح يفتح خالص. يبكى تغير عنا اللي هو الاي بي الافتراضي الى الاكسز بوينت. طيب. احنا حولنا خلينا واحد. راح نفتح الان. عنا واحد. نشوف على راح يدخل او لا. طبعا مش راح يدخل لانه اساسا انتل اي بي تبعك مختلف برضو عن انتاقل اللي كي صار. يبقى لازم نراجع الان الاي بي الافتراضي راح ننتقل لاتصالات الشبكة. بعد هيك راح نضغط على اللي هي واي فاي بالزر اليمين. او اذا كان انت شابك سيلك راح تضغط على اي ترلت بالزر اليمين. راح تدقل لخصائص. بعد هيك راح ننتقل لنفس الخطوة اللي فاتت. اللي هو انترنت بروتوكول برجن فور. اللي اي بي فور. ورح نضغط على الحصول على عنوان اي بي تلقائيا. ورح نضغط على الحصول على عنوان خادم دي انا اس تلقائيا. ونضغط موافق ثم موافق. ثم سوف يتصل بالشبكة مباشرة. زي ما انتم لاحظين عندنا فتح اللي هو الاكسز بوينت. هيك بكون احنا حلينا مشكلة اللي هو عدم دخول للاكسز بوينت. طيب ممكن احنا نضيف بعض الامور الاخرى لو حبيت انا مثلا اغير الباسورد الاكسز بوينت نفسه ماشي احنا منكتب ادمن ادمن راح نغير الادمن ادمن. كيف ممكن نغيرها? سنضغط على system tools بعد ذلك سنضغط على اللي هي عنا مكتوب بعنا password زي ما انتم شايفين في عندك old username رحت زي عنا هاي الشاشة password طبعا old username اللي هو الاسم اللي كنت تكتبه قبل اللي هو admin يعني رح نكتبه بقول لك اكتبه وبقول لك اكتب برضو ال old password يعني الباسورد القديم رح نكتبه برضو admin بعد ذلك رح نكتب اللي عنا ال username الجديد اللي هو طبعا هادا المحافظة انه ما حدش يدخل على ال access point الخاص ابي وما يخترقش عندي الشبك لانه لو اخترق ال access point ودخل على صفحة ال access point ممكن يظهر الباسورد الخاص ابي خلق اولش نغيرهم هنا نكتب new username رح نكتب username اوكي نحن نكتب مثلا احمد كلمة مرور اوكي ورح نضغط على save هاي طبعا هيك تغير عنا مباشرة اللي هو نضغط تسجيل دخول اه مش هيدخول يبقى لازم نكتب عنا الاسم الجديد والباسورد الجديد هاي لازم نتبه لهذه الخطوة نضغط تسجيل دخول طبعا هيو عنا دخل بدون اي مشاكل وتغيرت عنا الكلمات هاي اوكي الان ننتقل لخطوة مهمة كيف نكشف باسورد اللي هو الوائرلس صحيح طيب ننتقل الى وائرلس بس اصلا راح يكون باين عادي يعني ممكن يكون مخفي حسب الاكسس بوينت طبعا هو الان ايش عليه security اساسا معنا انه معلوش security يعني مفتوح الشبكة طب ماذا كيف ممكن نحط لها باسورد اوكي راح ننتقل على اللي هو وائرلس بعد ايك هنضغط على وائرلس سيكوريتي بعد ايك راح نضيف الباسورد نضغط عليها طبعا مش راح اضطر له باسورد بس احكي لكم كيف الطريقة بشكل سريع ونخلها هي automatic وهاي automatic برضو نكتب عنا هنا الباسورد اللي احنا راح يكون للواي فاي بتاعنا نكتب باسورد اللي انت بيعجبك راح تضغط على save طبعا راح يعمل restart وراح تدخل اللي هو البيانات الجديدة اوكي طب كيف ممكن اغير انا اسم الشبكة اسم الشبكة راح تغيرها من خلال اللي هو تضغط على وائرلس بعدين تضغط على وائرلس طبعا عنا موجود هنا اكسس بوينت اكسس بوينت يعني بمعنى انه ياخد select بعدك بيوزع وائرلس طبعا هاي عنا زي ما انتوا شايفين اسم الشبكة اللي هو الافتراضي الافتراضي طبعا انت ممكن تكتب الاسم اللي انت عايزه تغيره من هنا بعد هيك بنضغط على وبعد هيك بيعمل برضو الافتراض مباشرة لازم بعد هيك تدخل على الشبكات عندك وتكتب اللي هو الاسم طبعا هاي موجودة عندنا الشبكات بس هاي الامر وهيك بكون احنا انتهينا من شارحنا وان شاء الله كل اي استفسار احنا جاهزين وانكن تكتب عندك في التعليقات وما تنسانا انك تعملنا لايك للفيديو وتعملنا كمان اشتراك للقناة شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة